كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تأييد واشنطن اتخاذ خطوات ملموسة لإقامة دولة فلسطينية مشددا على أهمية تفادي اتساع نطاق الحرب في غزة إلى المنطقة جاء ذلك خلال جولة بلينكين في منطقة الشرق الأوسط والتي شهدت بحث سبل إنهاء الحرب وإطلاق صراح المحتجزين لم تحمل جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في المنطقة الكثير على صعيد إنهاء الحرب لكنها حملت تصريحات متكررة بشأن تأييد مواقف واشنطن إزاء الأزمة في زيارته الرابعة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب أكد بلينكين خلال محطته في رامالله حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأييد بلاده لاتخاذ تدابير ملموسة لإقامة دولة فلسطينية وأهمية تفادي اتساع نطاق الحرب كما دعا إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدة لقطاع غزة حديث بلينكين وعباس تطرق أيضا إلى ما قال بلينكين إنها عملية إصلاح السلطة الفلسطينية وسياستها وإدارتها بهدف إعادة توحيد غزة والضفة تحت قيادة فلسطينية خطة ما بعد الحرب كانت الشغل الشاغل لبلينكين خلال زيارته إذ أشار إلى أهمية العمل لمساعدة قطاع غزة على تجاوز المرحلة الراهنة لضمان أمن إسرائيل وتوفير مصار للفلسطينيين يؤدي إلى قامة دولتهم كما كان إطلاق صراح المحتجزين خاصة ممن يحملون الجنسية الأمريكية على أجندة بلينكين أما فيما يتعلق بسير الحرب فلم تتغير اللهجة الأمريكية في ظل عدم المطالبة بشكل مباشر بوقف إطلاق النار واكتفى بلينكين بمطالبة نتنياهو بالحد من الأضرار المدنية ترجمة نانسي قنقر